اشتركوا في القناة رغم العديد من العقبات الفنية والتقنية التي واجهتها في تغطياتها وكبت القناة خلال العام الماضي الكثير من الاحداث الهامة والمفصلية من تحرير النخبة الحضرمية وادي المسيني معقل تنظيم القاعدة الارهابي والعمليات العسكرية اللاحقة لها الى نقلها تغطيات اخبارية وتقارير ميدانية شاملة عن تطبيع الحياة وعودتها من جديد في ساحل حضرموت واخبار متفرقة من وادي وصحراء المحافظة ومتابعتها المستمرة لموجة احتجاجات التي شهدتها المكلة جراء انهيار العملة المحلية ومنذ الاول من يناير العام الماضي وبعد اتتاحها رسميا من محافظي حضرموت في السابع والعشرين من يناير من العام الماضي صب طاقم القناة كل جهودهم وطاقاتهم في غرف التحرير والمنتاج والكنترول لاجل ظهار نشرة الاخبار المحلية بمظهر يليق بالاعلام المحلي ويلبي تطلعات المشاهد وبباقة برامجية متميزة خلال العام من برامج المسابقات الرمضانية المباشر الذي حقق نجاحا كبير للعام الثاني على التوالي وبعض البرامج التنموية المسجلة وبرنامج صحافة الاسبوع الذي يتنقل بين محطات الصحف المحلية والعربية والعالمية لاظهار اهم ما تناولته في شؤون الوطن واختتمت العام بالبرنامج المباشر حديث الشارع ليكون منبرا لصوت المواطن وطرحه قضاياه على طاولة للنقاش والبداية نستهلها بابرس العنوين من العنوين للتفاصيل اهلا بكم ارام بهذا الخبر نصل اياكم الى ختم هذه النشرة لم يكن اشد المتفائلين للقناة يتوقع ان تستمر نشرة الاخبار بنحو 228 نشرة اخبارية يومية في العام المنصر رغم التقطعات الفنية ولا تزال القناة تسخر كل جهودها لمتابعة اخر الاحداث والمستجدات على ارض الوطن رغم الصعاب وستستمر لتكون منبرا لهوية وطن وصوت مواطن